ونص الرضا بأن الجواد خليفته عليكم بأمر الله يقضي ويحكم هو ابن ثلاث كلم الناس هاديا كما كان في المهد المسيح يكلموا سلوه يجبكم وانظروا ختم كتفه ففي كتفه ختم الإمامة يختم وكم لك يا ابن المصطفى وقابان معجز به كل أنف من أعاديك مرغم أقمت وقومت الهدى بعد سادة أقاموا الهدى من بعد زيغ وقوموا وكم أبرموا أمرا وكادوا فكتهم وقوموا فطوس والكرخ شجوا وكربلا وكوفان تبكي والحطيم وزمزموا فصموا من الدين الحني في حبله وعروته الوذق التي ليس تفصموا وسمته أم الفضل عن أمر عمها فويل لها من جده يوم تقدموا فيا لقصير العمر ومرطال لموته على الدين والدنيا البكاء والتعلموا قوض ضعون قوض أبو الهادي يضعون من المدين بغداد قصدا والدعي إعياء له بنين ودعي إعياء له قبر جد ومدمع يسيل ومرغي خدود على القبور ويصيح بالوين عنك يا ابو إبراهيم لازم قوة انشيل عنك يا ابو إبراهيم لازم قوة انشيل دوم الدهر يا مصطفى جاير علين ويل ودعي الهادي وقايل هذا الخلف بعد هذا الإمام اللي يشيد شريع جد وحده يضع واللي عليه زيد وجدي لساد سياحي افما بالغن سنين اويل سافر عنوطان يا ملاذي الهاشميين يا خل المدينة موج انها سفرة حسن يمشي على راسه يحوم طاير البيت مجبور والعدوان قوة ما أخذينا اويل ومبغداد بس ما وصل بغداد عدوان تباري اسحام المنية بالاسموم توجهت له بسهم قضا ونالت مطالبها أعادي بسهم قضا ونالت مطالبها أعادي بديار غربة وكلها لا ما يحضرون